أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله وسلم على محمد وآل محمد بطبيعتنا نحن البشر تمر علينا مجموعة من الحالات المختلفة المتغايرة أحيانا المتضادة تمر علينا حالة من القوة تمر علينا حالة من الضعف من الفقر من الغنى من الصحة من المرض من الفرح من الحزن مجموعة من الحالات تمر علينا هذا بشكل طبيعي كلنا نحن البشر تمر علينا هذه الحالات في كل هذه الحالات نحتاج إلى من يقف إلى جانبنا بطبيعتنا يعني في لحظة من لحظات الفرح تحب تشوف فلان وفلان وفلان جنبك في لحظات الحزن تحب تشوف أحد جنبك لحظات الضعف اللي تمر فيها تحتاج أنه تشوف بعض الأشخاص هذول أنا ليش افتقتهم في هالفترة ليش ما شفتهم في هالحالة ليش ما شفتهم في هالحزن أو في هالفرح أو في هالمرض وتتفقدهم ليش ما شفتهم هذه الحالة تسمى حالة المواساة كل الناس بحاجة إلى المواساة كما أننا نطلبها من عند الآخرين الآخرون أيضا يطلبونها من عندنا يطلبوها من عندنا شي طبيعي هذا تشوف الإنسان في حالة الفرح تنتابع حالة عجيبة من التفاعل مع الفرح اللي بحيث أحيانا يتصرف تصرف هستيري مجنون تصرف يخرج عن الوضع الطبيعي تشوف هذا أحيانا في وين في ملاعب الكرة وقت اللي واحد من اللاعبين يسجل قول ويجيب هدف شوف شلون تصرف وهي يصير في حالة هستيرية هما يترك لحالة مجموعته الأخرى في ضمن نفس الفريق يجو إلى اللي يحتضنه اللي يبوسه اللي كذا هذا نوع من المواساة يواسوف فرحه هو نفس هذا الإنسان إذا خسر في هذه المباراة وأصيب بالحزن بعدين تشوفه في حالة من الحزن من الضعف من كذا اللي بحيث ما يستطيع حتى يتمالك نفسه ويوقف يسقط هذه في بقية حالاتنا أيضا في حياتنا البشرية انمر بها الحالات تمر بك حالة من الحزن الشديد اللي بحيث الركبتين ما تشيلك ما تقدر توقف فمباشرة تجث على الأرض من الضعف فالحالة أنت بحاجة إلى واحد يجي يمسك قواسيك هذه الحالة حالة المواساة من أهم الأمور التي يجب أن يتمتع بها الإنسان المتدين يقول الإمام الصادق عليه السلام لأبي عبيدة الحذاء ألا أخبرك بأشد ما فرض الله على خلقه انصاف الناس من أنفسهم واحد اثنين يقول ومواساة الأخوان في الله هذه المواساة مطلوبة في كل حالاتك أنت تحتاجها والآخرون أيضا يحتاجون إليها ما داموا يحتاجوا إليها إذن أنت مباشرة تصرف فيها هذا يمر بحالة من المرض هالمرض هذا بحاجة لمواساة واسيه بل في بعض أدنى الروايات المفصلة حتى كيفية مواساة المريض يقول إذا دخلت عليه فضع يدك على كتفه هذا نوع من المواساة وفيه إحساس لطيف يكون بين الشخصين بين المريض وبين العائد الذي يعود المريض مو هالشكل بس أيضا أكثر هناك مجموعة من موالية الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام كانوا يمضون في عيادة مريض فالتقوا بالإمام الصادق عليه السلام وين رايحين قال إحنا رايحين نعود فلان مريض قال أخذتم معكم شيء من التفاح أو السفرجل أو الحلوة أو كذا أو طيب أو بخور هذا إذا تحمله إلى المريض هذا حين العادة عندنا تطورت يحملوا شوكالاتة يحملوا شيء المهم ما تدخل أنت على مريض ويدك فاضية هذا شيء من المواساة المواساة أمر مهم في حياة الناس كل الناس وأيضا الواحد يدير باله المواساة حتى إلى الغني ترى ما تقول هذا غني لا الغني هم يحتاج إلى مواساة إذا تصير عنده مناسبة روح واسيه شاركه لبي دعوته أنت المواساة أحيانا تكون تلبية دعوة تقطع مئات الكيلو مترات حتى تلبي دعوة فرح جميل جيد اقطعها وسوها أحيانا تحتاج إلى أن تقطع مئات الكيلو مترات حتى تؤدي واجب العزاء كما يقولون واجب العزاء مع أنه العزاء مو واجب تعزية الآخرين مو واجب هذا شيء مستحب لكن الناس وصلوه أوصلوه إلى مستوى الواجب يقولوا واجب العزاء ولهذا شنو يقولوا الناس فيما بينهم فلان راعي واجب فلان صاحب واجب فلان وجبنا نحن نوجب وبهذه الطريقة هذا أمر مهم في حياة الناس ينبغي للمؤمنين تحديدا والمتدينين خصوصا أن يلتزموا فيه وأيضا لما أقول الغني يحتاج إلى مواساة ترى الفقير يحتاج إلى مواساة أكثر من الغني يحتاج إلى مواساة أكثر من الغني ليش؟ لأنه الغني الكل يستجيب إلى دعوته بيحضر يحضر إلى في فواتحه في أفراحه في أتراحه في مناسباته في مرضى في سكنه في كل شيء الناس يشاركوه لكن الفقير الفقير ينبغي على المرأة لا يتغافل عن دعوته ينتبه يدير باله على الفقير لأنه الفقير الفقير أحيانا الناس لا تدري عن مرضى الفقير أحيانا الناس لا تدري عن موته ويموتوا محد يدري عنه وهذا هو أحوج ما يكون إلى المواساة من غيره التواسي بكل شيء أنت استطيع أن تقدم مرة يكون عندك مال تواسي لآخر بمالك مرة عندك وجاهة تواسي لآخر بوجاهتك مرة عندك كلمة طيبة تواسيه بالكلمة الطيبة هذه كلها مواساة المواساة ترى تدخلك الجنة المواساة هذه تدخلك الجنة ودير بالك على مناسبات الناس والآخرين حتى تواسيهم لأنه أنت تدخل الجنة بمواساتك لحيوان فكيف لبشر إذا حيوان تشوف حيوان في الطريق مثلا دعسة سيارة فهو من كسر رجله من كسر إيده كذا أو تشوف حيوان عطشان أو جائع تسقي العطشان تطعم الجائع من الحيوانات كذا هذا الفعل يدخلك الجنة إذا كان هذا الفعل يدخلك الجنة مع حيوان فكيف إذا كان مع إنسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المواسين للناس أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين موسيقى 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 موسيقى